موسيقى حول إصلاح منظمة العدالة انتهى إلى إعطاء تصور واضح لتفعيل هذا الإصلاح تشسد في مطاق وطني تبنته لجنة عليا للحوار الوطني كان يرأسها ألذا خوزين العدل والحريات هذا هو المؤتمر التالي الذي تستطيع في الويدا بي على مستوى عالمي مؤتمر إفريقي كان في 2008 مؤتمر الدولي الأول في 2009 الآن مؤتمر الثاني وهذا يدل على شيء يدل على أن المغرب ملدون بلد السن والسلام بلد التسامح بلد حوار الحضارات بلد للكل كيف مألوه ثم أن البلد هو عنه علاقة متينة وقيمة على مستوى قوضة العالم لأن المتوخم المؤتمرات هو أن اللقاءات يكون فيها تبادل العراء توحيد الرؤى للشهاد كما لحظتم في الكلمة دي الله رئيس للاتحاد أن هناك معاناة بعض الدول التي تعاني من تطبيق الديمقراطية والتي تم تصبح عن الاتحاد والمغرب الحمد لله منذ تأسيس الدولة في الاتحاد ويحظى بطيقة كبيرة ويتحظى بعضوية مهمة جدا بل أن المغرب تكلف باش يكون مقرر لثلاث دول وقويلة عضوية دولتين ودولة لم هي لم تهتم بعضويتها حقيقة المواضيع اللي غيرت نقش مؤتمرية كلها كتنصف إطار استقلال سلطة القبائية القوانين الكونية لاستقلال قاضي وكذلك لمدونة القيام القبائية هذا كله كي دل على أن هناك واحد اهتمام كبير لا من الجميع وحتى أن لأضفى واحدة أنك كبيرة حتى واحد قيمة مضافة للمؤتمر هو الرعاية السامية لصحارة جيدة المملك محمد سيصنصر محمد خضراوي نائب رئيس ويدادية حسين القوضات مكلف التواصل اليوم أكيد أننا نعيش نسخة ثانية بعد المؤتمر الأول الذي نضمت ويدادية حسين القوضات لهذا الإطار وهو الاتحاد الدولي للقوضات تلضم 87 دولة أننا ننضمه للمرة الثانية بعد عشر سنوات يعني هذه سابقة أولى من نوعها أولا في تاريخ هذا المنتظر رسالة اتقاف التجربة المغربية أكدت على أنه كين المغربي يحوز ثقة المنتظر الدولي أولا القضاء المغربي غدفع التطور ويكرر استقلالية ويعتبر نموذج الآن وتجربة متطورة يحتدى بها إذن بالنسبة لنا تنظيمه للمرة الثانية شرف للمغرب وتأكيد لهذه المكان التي يحتلها المغرب في المنتظر الدولي والأكيد أنه غدتكون مناسبة لإقتسام الرؤى حول العديد من المواضيع المهمتهم العامة على العدادة عبر العالم السيد القدروي بصفتك أنك مسؤول هنا وتنظيم رجمها معدة التنظيمات ما هي في نظريك أهم إشكالية استقلال قضاء اليوم؟ نعم أولا أهم إشكالية استقلال قضاء وأنه لا بدون توفير استقلال المادي والمؤسساتي لهذه السلطة أكيد أننا اليوم أمام السلطة المستقلة دستوريان وتنظيميان ولكن أكيد أيضا أنه المسار طويل لذلك هناك مشتركة ما بين السلطة القضائية وسلطة الحقومية المكلفة بالعديد من أجل تدبير هذا المشترك لا بد من تأهيل العنصر البشري لا بد من تغفير بنية مالية ولوجستيكية لا بد من تغيير عقليات لا بد من مواكبة من طرف المجتمع إذن مسألة استقلال هو مشروع مجتمعي وموضوع لا بد له من الصبر لا بد له من المواكبة ولا بد له من آليات رفض حر ومقومات ولكن المهم في المغرب أن الخطوات الأولى الأساسيات تأسسية بدأها منذ مدة وغادي في طريق صحيح والأكيد أننا غادي نجنيه تمار هذا المشروع الذي يقبله جالة الملك يعني في قريب المنظور نسوا اشتركونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد